اشتركوا في القناة ويستهل موتسيبي زيارته ببطل افريقيا السينيجال اليوم السبت ليتجه بعدها مباشرة نحو مقر قامة المنتخبة التونسية على ان يزور المنتخبة الوطنية المغربية ثم غانو الكاميرون في الايام المقبلة وكان موتسيبي سبق وانصرح انه يأمل في تألق وتحقيق الافضل للمنتخبات الافريقية في نهائية كاس العالم قطر 2022 والتي ستمطلق يوم غدن الاحدى هذا وفي خبر اخر كشف موقع ان الخبر في خبر لها انه بسبب العالم المغربي جزائريون يستفزون مغاربة وسط قطر واكد ذات الموقع انه راجت منذ امس بعض الفيديوهات والصور خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي قبل انطلاق منافسات كاس العالم قطر 2022 لبعض المشجعين الذين يحملون جنسيات جزائرية وهم يتشجرون مع مغاربة بسبب رفع هؤلاء عالم البلاد مع ترديد اغاني للعيون العينية والصحرى المغربية وقالت بعض المصادر الاعلامية ان بعض الجزائريين المستأجرين سيقومون ببعض اعمال الشغب في المدرجات تحت عالم المغرب والغاية الواحدة محاولة تشويه صورة البلاد في الخارج نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء